بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين علاج الوسواس يكون بأمور الأمر الأول وهو الاستعادة كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم الأعراف الآي مئتين وقال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون المؤمنون الأمر الثاني أن ينتهي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعد بالله ولينتهي أخرجه البخاري ومسلم الأمر الثالث أن لا يلقي لهذه الوسوسة ببال يعني الوسوسة وهو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولينتهي بمعنى لا يشغل نفسه في الرد والتفكر فيها بل يتلهى عنها بما يشغله عنها وأعظم ذلك قراءة القرآن والأذكار الأمر الرابع كثرة الوضوء والتطوع بالصلاة سئل الشيخ العلامة ابن عثمين رحمه الله عن العلاج الناجع للوسوس فأجاب العلاج الناجع للوسوس سواء كانت في العقيدة أو في الأعمال هو أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهي عن ذلك انتهاءا كاملا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يجده الإنسان في نفسه فيما تعلق بالله تبارك وتعالى فأمر بأمرين الأول الانتهاء والإعراض وعدم المبالات وأن يغفل عن ذلك غبلة تامة الثاني أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم فإذا فعل ذلك فإنه يرتفع عن هذا الوسوس بمشيئة الله تعالى ثم إنه يجب أن نعلم أن ما شك فيه فالأصل عدمه فإذا شك الإنسان هل أحدث بعد الوضوء فالأصل أن الوضوء باق وإذا شك هل طلق زوجته فالأصل أن النكاح باق وهل مجر انتهى كلام العلامة أبن عثيمين في فتاوى نور على الدرب المجلد الثاني عشر صبحة خمسة وستونة وخمسمائة ترجمة نانسي قنقر